أيام قليلة تفصل ليبيا عن موعد الانتخابات الرئاسية ومع اقترابه بدأت تطفو إلى السطح خلافات ومنوشات من شأنها عرقلة العملية السياسية أبرز مظاهرها تعرض مجمع محاكم مدينة سبهة لخروق من طرف مسلحين قيل أنهم تابعون لمستبعدين من السباق الرئاسي وهذا ما أثار مخاوف حكومة الدبيبة التي دقت نقوس الخطر محذرة من عودة ليبيا إلى مربع الحرب الأهلية أحداث سبهة الأخيرة هي باختصار ميليشيات تابعة لحفتر موجودة في الجنوب الليبي وتزعم أنها تؤمن الجنوب الليبي لكنها في الحقيقة تسيطر على المنطقة الجنوبية لكي تمنع حكومة الوحدة الوطنية من بسط نفوذها على الجنوب وأيضا تستغل معابر التهريب لتحقيق مكاسب مالية البحثة الأممية في ليبيا هي الأخرى سارعة للتعبير عن استيائها من استهداف القوضات والموظفين في السلك القضائي خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ملوحة بمعاقبة الجهات المسؤولة عن تلك الأحداث البحثة الأممية وكذلك السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية عبرت عن استيائها وعبرت عن مخاوفها وعبرت عن انزعاجها لم نسمع لغة تنديد قوية واستنكار بهذا التهديد للعدالة والقضاء لم تتحدث بيانات هذه الدول عن التلويح بالعقوبات كما فعلت أكثر من مرة في الأثناء لم تتأخر وزارة الداخلية كثيرا حيث أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية محتبرة أن أي ترهيب للمدنيين في سلك القضاء تهديد للعملية الانتخابية